كابتن حساسي الحضراتك عشان نتكلم براحتنا خلينا نروح لأرض الملعب الأول وزملائنا في أرض الملعب وزمالنا كريم أحمد ولقاء مع الميشتر الكبير عبدالله عبدالسلام اتفضل يا كريم اشتركوا في القناة حبيبا كريم طبعا براحب بك براحب بالكابتن عيسى مضوف الكرام وجميل الناد الأهل للعززة على قلبنا طبعا الحمدو ربا عمين مباراة مهمة فريق محترم معهم جهاز فن محترم حمدو الله يعني إدينا نسيطر على مجرات الأمور من الأول شوت الأول مباراة يعني عكس مباراة الثانية مباراة فيها فولي فيها فريق كويس عندهم خبرات تدابر ممتاز الحمدو ربا عمين إدينا نحسم اللقاء زي ما انت شفت تداب جدية شوت الأول والتاني التالت ماشيين ش شوية وقفنا شوية بس الحمدو ربا عمين يعني خدنا المواتش على برى الأمان بالخبرات الكبيرة عكبتن عبدالله نتيجة 3-0 ناس ممكن شوفها سهلة شوية لكن جوه الجيم الحقيقة بيكون مجود كبير جدا سواه مستوى فني وأيضا كمان جهد من لعبة الناد الأهل مزبوط طبعا يعني كل الفرقة بتبقتيج جاية لأن الأهل عامل حساب جامد فطبعا زي ما انت شاف الفرقة بتلعب من غير دغوطات من غير أي ضغط عليهم فطبعا بيطلعوا أحسن ما ليهم النهاردة مشت مع شوية التالت بس طبعا هما اللعيبة محترمة وجاز فن محترم طبعا ده يعني بيبقى عمل شاك من اللعيبة طبعا الكبار واللعيبة الشبابي الموجودين معانا والجاز إزافاني من أعرف محضر نفسينا المواتش كويس الحمدو رب عمين يعني أعمل حاجة نحسن من اللقاء ويعني دي حاجة كويسة في الفول لما انت تكسب بأشواط 3-0 مقابل أي شوط يعني بتبع حاجة كويسة بتدي أريحية للفرقة بتدي وقت راحة عشان بكرا عندنا أجازة بنجي من واربع جرم الموات يطول بتسلك لعيبة كتير فالحمدو رب عمين يعني خرجنا بر الأمام بالمرش الحمد لله أنجح الفرقة الحياة للجماعية مش في مصر بس الحقيقة يا فريق الكرة الطائرة ده راجع لمجهود كبير الحياة كابتان عبدالله ومجهود أكبر كمان على الجهاز الفني الحياة كابتان محمد صلحي كمان ودور الكبير مع المجموعة يعني توليفة مميزة جدا وراعية جدا حضرتوا لده ازاي وازاي قدرنا نوصل للمرحلة ده يا كابتان عبدالله والله أنا من زمان يعني من ساعة ما طلعته أنا صغير من الشباب والناشئين الصعادت مع كابتان ميدو وحمد الصافي طبعا ويجيل الكبير مش عايز أنس منهم حد اتربنا فينا خلاص حتة المكسب فرقة جامعية من زمان بنكسب من زمان بنحص بطولات فخلاص ده بنتنامينا جوانا إحنا أبناء الناد الآلي بنطلع واحدة واحدة بالموضوع ده وط بنوصلوا للشباب اللي معنا فخلاص احنا تعودنا الحمد للرب عامين في البطولة تعودنا المركز أول لازم يكون حلفنا لازم نشتغل جامد وطعب جامد فالحمد للرب عامين ده المرضوضة بنقدر نقدر نقدمه الجمعير ربنا يكرم نكون عند حيث نظن إن شاء الله نقدر نحافظ على الدوري نقدر نرجع الكاس اللي يخسرناه السنة اللي فاتت وإن شاء الله ربنا كريم بإذن الله ربنا يخليك شكرا 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 كل الشكر والتأدير الحقيقة لكابتن الكبير لكابتن عبدالله عبدالسلام على هذه التصرحات مجود رائع الحقيقة كابتن أيسم على مدار المجموعات طبعا على مدار البطولة حتى تأدير لحظة لكن لسه با مستنين الفترة اللي جاية كمان توف فورم الكبير جدا اللي احنا عارفين عن رجال كرة الطائرة بالنادي الأهل إن شاء الله يستمر مجود كبير بنأمل إن شاء الله يستمر النادي الأهل في الإنتصارات وأيضا كمان الحفاظ على الإصابات لأنه محتاجين مجهود كل اللعابين لكن في هذه اللحظات أعود ليك وال كابتن أيسم السيد زمانك كريم أحمد من الأرض الملعب بشكرك شكرا جزيرا لقاء مهم مع الماشترو اللي حقيقة النهاردة زي ما بيقوله يعني كان بيبدأ كابتن عبدالله عبدالسلام